النهاردة بنتكلم عن مهارة حسابية بسيطة قوي بس مفيدة جدا هتخليك تعرف تقسم اي عدد نهايته صفر على خمسة ومن غير اي لخبطة مهما كان الرقم ده كبير طريقة يعني هتنفعك لو محتاج تحسب حاجة بسرعة طيب ازاي بقى اولا الطريقة سهلة خالص لما يجي لك رقم اخر صفر وعايز تقسمه على خمسة اول حاجة تعمله شيل الصفر ده خالص كأنك مش شايفه الرقم اللي فاضل بعد ما شلت الصفر خد الرقم ده واضربه في اتنين بس كده الناتج اللي هيطلع ده هو اجابة القسمة بتاعتك سهلة مش كده تعال ناخد كم مثال عشان الدنيا توضح اكتر مثلا مية وعشرين على خمسة شيل الصفر يتبقى اتناشر اضرب اتناشر في اتنين يساوي اربعة وعشرين يبقى مية وعشرين على خمسة يساوي اربعة وعشرين تمام؟ طيب لو رقم اكبر شوية مثلا ربعمية واربعين على خمسة نفس الموضوع بالزبط شيل الصفر يتبقى اربعة وعشرين اضرب اربعة وعشرين في اتنين تطلع تمانية وتمانين والحلو ان الفكرة دي شغالة حتى لو الرقم فيه اصفار كتير زي مثلا خمسمية على خمسة بنشيل صفر واحد بس اوكي؟ يتبقى خمسين نضرب خمسين في اتنين تطلع مية او مثلا تلاتة وستين الف على خمسة برضو شيل صفر واحد يتبقى ستناف وتلتمية اضرب ستلاف وتلتمية في اتنين هتديلك اتناشر الف وستمية وبكده تقدر تحل مسائل القسمة اللي زي دي في غمضة عين وبمنتهى السهولة